قالت وكالة بلومبرغ إن تضخم أسعار الغذاء المحلي لا يزال في ارتفاع وضفت أن الناس في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تضررت بشكل خاص نقلت الوكالة عن البنك الدولي بيناته حول الأمن الغذائي ومبينة أن معدلات الزيادة وصلت لأعلى من 5% في 93.8% من الاقتصادات منخفضة الدخل بين مارس ويونيو الماضيين و89.1% من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى والدخل المتوسط الأعلى ونحو 78.6% من الاقتصادات مرتفعة الدخل على قل بنك الدولي بأن البلدان الأكثر تضررا تقع في كل من إفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وجنوب آسيا وأسيا الوسطى وأوروبا